السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا عن اذكار اليوم والليلة الاذكار التي قاعدها ربنا عز وجل في كتابه العزيز وسنها رسول الاسلام في سنته المطهرة نقولها بالليل والنهار في اليقضة والنوم وفي كل وقت وحين فربنا عز وجل اشاد واتنى على هؤلاء الذاكرين فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد لهم مغفرة واجرا عظيمة وربنا عز وجل اهببنا ان نذكره في كل وقت وفي كل حين وعلى كل حال يظل الذكر دوما معنا وكلما ذكرنا الله كثيرا فربنا يذكرنا كثيرا فقال انا مع عبدي ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يعني في عالم الملائكة فاذكار اليوم والليلة هي قوت للارواح وهي غداء للقلوب وسكينة للنفوس المقصود ان لا يكون عند العبد المؤمن فراغ ما في فراغ للمؤمن والمؤمنة يذكر الله تعالى في كل زمن وفي كل مكان وفي كل حال وهو يذكر رب العزة الله يكرمه الله يعينه الله يزيده من الخير والبركة ومن التسير فمثلا عند العبادات لما نبدأ بالوضوء فالعبد يذكر الله عند ارادة الوضوء وبعد الفراغ منه نقول بسم الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وبدأ الفراغ من الوضوء نقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا عند الوضوء وبعد ذلك لما نسمع الآذان في المسجد نتابع مع المؤدن ما يقول وحينما يفرغ المؤدن من آذانه نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا اللهم رب غاده الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعته اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ولما نفرغ من ذلك نتوجه إلى المسجد فعند دخولنا إلى المسجد وعند خروجنا منه نقول أذكارا مأتورة علمنا إيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القويم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك نقولها عند دخولنا إلى المسجد طبعا ولما ننهي الصلاة وعند الخروج من المسجد نقول أيضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك فهناك أداب لدخول المسجد وللخروج منه في الدخول نقدم الرجل اليمنى ونؤخر اليسرى وفي الخروج نفعل العكس نقدم اليسرى ونؤخر اليمنى ونجلس ننتظر الصلاة فبين الآذان والإقامة نقول دعاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وحينما يبدأ الإمام بالصلاة ويسكت سكت خفيفة يسمى الاستفتاح في الصلاة نقول دعاء مأتورا اللهم نقني من خطاياي كما ينقذ الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسني من خطاياي بالثلج والماء والبرد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وحينما نتم الصلاوات من ركوع وسجود وقيام ونفرغ من التشهد نقول اللهم إنا نعود بك من عذاب القبر ونعود بك من فتنة المسيح الدجال ونعود بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعود بك من مآتم والمغرم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولما ننهي الصلاة ونسلم بعد السلام نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياد الجلال والإكرام ثم نقرأ آية الكرسي ونقرأ المعودتين والإخلاص ثلاث مرات ثم نقول سبحان الله تلاتة وتلاتين مرة والحمد لله تلاتة وتلاتين والله أكبر تلاتة وتلاتين وتمام المئة نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أما إذا كنا نصلي بالليل صلاة التهجد فندعو الله تعالى بأدعية مأتورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويواضب عليها نقول عند التهجد في الصلاة نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم ثم نكبر الله عشر مرات ونحمده عشرا ونسبحه عشرا ونقول لا إله إلا الله عشرا ونستغفر الله تعالى عشرا ثم نقول اللهم اغفر لي وهدني وارزقني وعافني وأعدني من ديق المقام يوم القيامة يا رب العالمين وعند يشوف الليل والناس نيام حينما نقوم للصلاة نكثر من الإنابة والاستغفار وطلب العفو والعافية والبركة في الأهل والمال والولد ودوما حينما نختم نصلي على النبي الكريم لأن آخر ساعة يستجفى الدعاء بإذن الله هي في جوف الليل فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين أيها الأحباب الكرام الأذكار في الصباح والمساء تشمل كل حركاتنا وكل سكناتنا ربنا أراد منا أن نملأ أوقاتنا بالليل والنهار بذكره وأن نلهج بحمده وشكره فمن بين الأذكار مثلا التي ينبغي أن نواضب عليها مثلا إذا حضرنا حفل زفاف وحفل فرح وأردنا أن نهنئ العريس والعروسة نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير والعريس يدعو للعروسة فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعود بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا أرد العريس أن يتقدم إلى عروسه ويخلو بها يضع يده اليمنى على جبهتها ويقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وطبعا ربنا يرزقهم خير الأولاد والبنات حينما يرزق الله تعالى المولود ويهل مستبشرا نؤدن له في أذنه اليمنى ونقيم له الصلاة في أذنه اليسرى وعند قرب الولادة إذا كانت المرأة تشعر بشدة نقرأ عليها آية الكرسي والمعودتات حتى يحفظها الله من شدة الوجع ولما يستهل المولود مستبشرا ندعو له بالخير اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبالك لنا فيه واجعله يا ربنا من أهل الصلاح والتقى ندعو للمولود دعاء كبير وواسع يحفظه المولى ليكون زيد خير في الإسلام وحينما نلبس لباسا جديدا لباسا لفرح أو لسرور علينا أن ندعو الله تعالى لكي يبارك لنا فيه فنقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني غاذا نسميه إما قميصا أو طاقية أو توبا نسألك اللهم من خيره وخير ما صنع له ونعود بك من شره وشر ما صنع له الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله ثم الحمد لله فالحمد لله نحمد الله على التوب الجديد الذي رزقنا به المولى عز وجل وحينما نجتمع من أجل تناول وجبة الطعام حين البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم نأكل باليمين ونسمي الله بسم الله وحينما ننتهي نحمده الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين نطلب الله البركة اللهم بارك لنا في طعامنا وارزقنا خيرا منه وإذا كان مطبوخ على النار وارحمهم أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار الأطهار ندعو لهم الرحمة والمغفرة وبالتواب الجزيل إذا كان أحدهم جلس معنا وعطس فلابد أن نشمته فيقول هو الحمد لله فنقول له يرحمك الله ويرد العطس يهديكم الله ويصلح بالكم وهكذا أيها الأحباب الكرام الأذكار كثيرة ومتعددة وخصوصا أحيانا قد يكون الناس مجتمعين ويظهر بعض التعب أو يظهر بعض الحزن أو يظهر بعض الابتلاء فماذا علينا أن نفعل لقدر الله إذا وقعت مصيبة ماذا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وأردد الحمد لله على كل حال وأعود بالله من حال أهل النار أي مصيبة تبدو لا شيء أمام أهل النار الحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال أهل النار وإذا رأينا مبتلى معنا في وسطنا ندعو له الحمد لله الذي عاثاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا اللهم خفف ما نزل اللهم خفف ما نزل إذا شعرنا بالخوف واستشعرنا بأن الألم قد يصيبنا نستعيد بالله ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل هو حسبنا نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا هو الحليم الكيم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل تناؤك ولا إله غيرك أما إذا هجب علينا الهم والحزن والخوف ماذا نقول نقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم الرحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرف تعين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت سبحانك ما أعظم شانك ونردد دعوة سيدنا أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وربنا يأتي بالفرج وندعو كذلك بدعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أولها تهليل أوسطها تسبيح آخرها عثق من النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته بفضله وكرمه أما إذا كان علينا دين ونرجو الله تعالى أن يعيننا على قضائه ماذا نفعل؟ نفعل أننا نقول اللهم كفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم كفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك ثم نكثر الاستغفار استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذا الاستغفار من شأنه أن الله يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب وتقضي بها الديون ويفيد عليك العطاء الإلهي فالله مرزقنا رزقا حسدا أيها الأحباب الكرام إن أذكار الصباح والمساء واليوم والليلة كثيرة ومتعددة ربنا عز وجل أراد من خلالها أن نملأ فراغنا وكل أوقاتنا بذكره نلهج بحمده وتسبيحه واستغفاره أذكر الله ذكرا كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في السفر والحضر في كل وقت وحين مثلا أيها الأحباب الكرام إذا كنا مسافرين ماذا نقول في سفرنا نودع الأهل والأحباب ونقول في السفر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعكم الله ديني وأمانتي وخواتم أعمالي زودكم الله بالتقوى وغفر ذنبكم ويسر لكم الخير حيث ما كنتم ثم ندعو الله تعالى أن يسر لنا خطورة وطولة السفر اللهم اطوي لنا بعده وهو علينا سفره اللهم اطوي عنا بعده وهو علينا سفره وعند ركوب الدب أو الطائرة أو السيارة نقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا فذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله والحمد لله والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني كنت من الظالمين ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت ثم نقول بسم الله مجراثا ومرساثا إن ربي لغفور رحيم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن اليقين ما ترضى اللهم اطوعنا بعده ومسافاته اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد اللهم ردنا سالمين غانمين وغيرها من الأذكار الخاصة بالسفر وحينما ندخل قرية أو بلدة نقول اللهم رب السماوات السبع وما أضللن ورب الأراضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين نسألك خير هذه القرية وأده البلدة وخير أهلها وخير ما فيها ونعود بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ثم نقيم هناك سالمين ربنا يحفظنا من شر الخلق ومن شر العيون وشر الحسدين وشر الطاعنين والساحرين لما نقضي حوائجنا ونريد الرجوع إلى موطننا نقول الدعاء أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون وعند رؤية باكورة الثمر ربنا عز وجل أزر الأمطار والخير في النعيم نقول دعاء المأثور فنقول اللهم بارك لنا في ثماننا وبارك اللهم لنا في مدينتنا وبارك اللهم لنا في صاعنا وبارك اللهم لنا في قرانا ومدننا وبارك اللهم لنا في أشجارنا ونخيلنا وزرعنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا كذلك أيها الأحباب الكرام حينما نرى الهلال والأيام تمضي والقمر والشمس يدور لما نرى الهلال الجديد نقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالله الذي خلقك هذا كلما رأينا بزغ هلال جديد لشهر جديد فإذا صمنا في هذا الشهر الجديد إما الإخميس أو الإتنين أو الأيام البيضة نقول الدعاء اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إن نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وعند هبوب الرياح نقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعود بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وعند الرعد نقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وعند نزول المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا هنيئا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا اللهم صيبا نافعا وعند شدة المطر والخوف منه نقول اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر أما لا قدر الله وقع هناك حريقة فنقول الله أكبر ونرددها كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فإن الحريق يخمد بأمر الله ويزول أما إذا قمنا بدخول المقابر لا قدر الله وزرنا بعض الأموات نقول سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتمنا بعدهم واغفر لنا ولهم وإذا قدر وأحد الأشخاص لا دغته حية أو نسعة وأردنا أن نرقيه بهذه الكلمات أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وغامة ومن كل عين اللامة رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم بسم الله بسم الله بسم الله أعود بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أقولها سبع مرات ثم أختم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك أسأل الله أسأل الله والنهار وفي كل وقت وحين ما اكترها ربنا اراد منا ان نملأ اوقاتنا كله بذكره تكون قلوبنا خاشعة له والسنتنا رطبة بذكره ونبقى دائما متصلين به جل جلاله فذاك هو طريق الفوز العظيم نستمر بنشر المزيد ان شاء الله